بسبب تذبذب توزيع المياه في عدة برديات بمدينة عنابة يرجى السكان لاقتناء خزنة المياه أو انتظار شاحنة خاصة لبيع الماء الصالح للشرب وهو ما يشكل امتعاض العديد منهم مطالبين السلطات المحلية والجهات المعنية حل هذا الاشكال في أسرع ما يمكن اليوم عندي ثلاثة دراية لازمت لهم غير الماء يدوشوا كل يوم قشهم كل يوم يخمش كل يوم تخسر لهم أمهم ساكن كل شيء أخوي الماء مكان شعرنا غير خمسة يام بلا ماء عدنا لكميون سنو لكميون بها عمرنا الماء أنا طبنا بلا ماء الجزائرية للمياه تؤكد أنها عملت على وضع خطة لتوزيع المياه بشكل منتظم بعد تذبذب في سد الشافية إذن بعد انخفاض كمية المياه المنتجة انطلاقا من سد الشافية هذا ما أجبرنا نحن الجزائرية للمياه أن نغيره في برنامج توزيع عبر البلاديات المعنية هذا التغيير درناه باش نقدره نمونه لجميع السكان هذه البلاديات بالكمية الكافية فيما يشتكي سكان عدد من الأحياء بوسط المدينة من الرائح الكريهة من ماء الحنفية ويجي الماء جي خاوي جي خامش والله فيه وفيه الراحة الحاجة اللولة لنقوم بها عندنا عدة إجراءات لكن الإجراءة الأول هو توقيف التموين وبعد ذلك نرقب النوعية إذا كان النوعية جيدة اللهم بارك إذا كان حقيقة هناك اختلاط عندنا عدة إجراءات مع الفرق التقنية توعنا ليبقى وصول ماء الحنفيات يؤرق المواطنين بعدة أحياء ببلدية عنابة على أمل حل ينهي هذه المعاناة